وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بأحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة ووجه رئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشة الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ